السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء طلاب الثانوية العامة مع كل أستاذ إيهم الشاطرات مدرب بمادة اللغة الإنجليزية لمنهاج الثانوية العامة اليوم رح أتحدث عن موضوع مهم جدا وهو موضوع أساسي في مادة القواعد بدونه ما رح تعرف تحل القواعد لأنه هو أنت بحاجة إله بالفصل الأول وبالفصل الثاني الموضوع هو اللي هو أقسام الكلام إذا تعرفت على أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية بإمكانك تحل قواعديا دون اللجوء إلى المعنى بالرغم أنه قواعديا على الغالب رح تلجأ للقواعد بدون معنى ولكن في بعض الأحيان رح تحتاج المعاني على سبيل المثال يجب عليك أن تعرف بعض معاني الكلمات طيب نفرض يا أستاذ أنه أنا ضعيف بالمعاني نقدر نحل هذا الموضوع بالتعرف إلى أقسام الكلام يوجد في اللغة الإنجليزية ثمانية أقسام للكلام وهي الأسماء الضمائر الأفعال الصفات الظروف حروف الجر وأدوات العطف وصياغ التعجب خلينا نبلش بالأسماء nouns وتختصر بالحرف from the first initial letter من الحرف الأول وهذا عبارة عن an international abbreviation هو اختصار دولي موجود حتى بإذن الله إذا بتطلع الجامعة وتدرس لغات أو بتدرس أدب إنجليزي أو بتدرس ترجمة حتلاقي نفس الاختصار فرحين نشوف لقدام إنه الأن stands for nouns حرف الأن يشير إلى الأسماء pronouns الضمائر from the three initial letters من الثلاث حروف الأولى وتختصر ب pro verbs اللي هن الأفعال from the first initial letter وهو ال V وتقصد فيها الأفعال adjectives وتختصر ب A D G from the three initial letters وهنا الصفات وأيضاً عنا adverbs الظروف وتختصر ب A D V prepositions حروف الجر وتختصر ب P و conjunctions أدوات العطف وتختصر ب C O N G وآخر إشي interjections صياغ التعجب وما راحين نحتاجها حتى لو درست لقدام إن شاء الله أدب أو لغة أو ترجمة الانترجم نادر استخدامها خلينا نبدأ بالأسماء كيف ممكن أتعرف على الأسماء How can I identify a noun in a sentence كيف ممكن أتعرف على الإسم داخل الجملة يوجد عدة طرق بإمكان الطالب استخدامها للتعرف على الأسماء داخل الجملة من أبرزها from the meaning من خلال المعنى فتعريف الأسماء في كتب النحو nouns refers to persons things places or ideas تشير الأسماء من ناحية المعنى إلى الأشخاص الأشياء الأماكن أو الأفكار فبعبارة أخرى أي كلمة معناها يشير إلى شخص أو إلى شيء أو إلى مكان أو إلى فكرة هذه الكلمة definitely بكل تأكيد هي عبارة عن اسم نأخذ أمثلة عشان تقتنع Ali is a teacher فهنا الكلمة Ali هي عبارة عن اسم stands for a person فهي تشير or refers to person تشير إلى شخص teacher عبارة أيضا عبارة عن اسم لأنها تشير إلى شخص نأخذ المثال الثاني box are reliable sources of information box الكتب هي عبارة عن اسم لأنها تشير إلى أشياء information الأشياء أو المعلومات عفوا هي عبارة عن اسم لأنها تشير إلى أشياء نأخذ المثال الثالث cities are crowded places to live cities المدن هي عبارة عن اسم لأنها تشير إلى الأماكن places أيضا عبارة عن اسم نأخذ المثال الأخير honesty is the best policy فنشوف كلمة honesty honest الصدق honesty هنا عبارة عن اسم لأنها تشير إلى فكرة طيب طالب من الطلاب رح يقول الأستاذ أنا بالنسبة إلي ما رح تمشي معاي من خلال المعنى السبب أنه أنا ما عندي knowledge accumulation التراكم المعرفي يعني في السنوات السابقة ما حفظت معاني فهذا سبب أنه في عندي خلل بالمعاني كيف ممكن أتعرف على الإسم بطريقة أخرى؟ طبعا ممكن تتعرف على الأسماء بطرق أخرى غير المعاني على سبيل المثال after articles بعد أدوات التعريف فالطالب يجب أن يحفظ أدوات التعريف the a والآن والthe فإذا وجدت كلمة بعد the a والآن والthe بعد أدوات التعريف هذه الكلمة بكل تأكيد هي عبارة عن اسم وإذا كانوا كلمتين الأولى رح تكون صفة والثاني اسم خلينا نأخذ مثال the honor of that storm arrived yesterday خلينا نشوف the عبارة عن أداة تعريف honor عبارة عن اسم مثال آخر the new owner of that store arrived yesterday the عبارة عن أداة تعريف لكن عندي كلمتين الأولى رح تكون صفة والثاني رح تكون اسم طريقة ثالثة للتعرف على الأسماء يمكن أن تأتي الأسماء بعد المحددات after determiners فالطالب أن يحفظ المحددات التالية أو على الأغلب يحفظ البعض منهن أو الأشهر منهن على سبيل المثال each every single each every بمعنى كل single بمعنى واحد many several various بمعنى العديد من both بمعنى كلا little a little بمعنى القليل من few a few أيضا بمعنى القليل من وعندنا all بمعنى كل some بمعنى بعض most بمعنى معظم half بمعنى نصف إذا شفنا من خلال المعاني معاني جميع هاي الكلمات أو جميع الكلمات هاي تشير إلى محددات فكلمة نصف معظم or half نصف حدد كمية فجميع المحددات إذا وجدت إذا تبعت بكلمة واحدة عبارة عن اسم وإذا تبعت بكلمتين الأولى عبارة عن صفة والثانية اسم إذا صار معنى ثلاث طرق بقدر أميز فيهم أنا الأسماء الطريقة الأولى من خلال المعنى الطريقة الثانية من خلال أدوات التعريف بعد أدوات التعريف والطريقة الثالثة هي بعد المحددات طريقة رابعة للتعرف على الأسماء هي بعد صفات الملكية after possessive adjectives بعد صفات الملكية لقدام إن شاء الله راح أشرح في درس الفرق بين صفات الملكية وممائل الملكية وأهميتها في منهاج الثانوي العام صفات الملكية هنا الماي الهز الهير الاتس اليور والذير والأور فعلى الطالب أن يحفظ صفات الملكية عشان يعرف إذا أجدت وراها كلمة واحدة وهي عبارة عن اسم وإذا كلمتين الأولى صفة والثانية اسم نأخذ أمثلة خلينا نشوف المثالين الماي صفة ملكية أجدت وراها كلمة واحدة هي عبارة عن اسم طالب راح يقولي أستاذ طب ما هي كلمة ثانية بوت هو عبارة عن ثالل ورح نتعرف على الأفعال إن شاء الله في حصة الجاي أو لقدام أي كار أي أداة تعريف أيضا عندي هون عبارة عن اسم خلينا نأخذ المثال الثاني ماي صفة ملكية كلمتين الأولى صفة وفرند الثانية هي عبارة عن اسم الآن أصبح عنا طريقة جديدة أو أصبح عنا ثلاث طرق هذه طريقة الرابعة بعد ضمائر الإشارة وضمائر الإشارة باللغة الإنجليزية يجب على الطالب حفظهم ذس بمعنى هذا ذات بمعنى ذلك ذس بمعنى تلك أو ذوس بمعنى تلك وذيس بمعنى هذه على سبيل المثال كلمتين الأولى صفة والثانية عبارة عن اسم طريقة تالية للتعرف على الأسماء ومهم جدا تعرف بعد حروف الجر إنه بيأتي صفة زائد اسم أو اسم لحال وبدنا نتعرف للأمام لقدام رح نتعرف الفرق بين الفاعل والمفعول به لحرف الجر طبعا من المفارقات إنه كثير من المتعلمين اللغة الإنجليزية بفكر إنه حروف الجر إنه عبارة عن سبع حروف أو عشر حروف باللغة الإنجليزية لكن هذا الكلام غير صحيح يوجد في اللغة الإنجليزية حوالي 51 حرف جر لكن أنا ما رح أتطرق لهم كلهم ومش ضروري إنك تعرفهم كلهم أو تعرف معانيهم بدي نعرف الأشهر أو اللي أنت ممكن تستفيد منه في المنهج طبعا عندنا الان الان الات الاف الاف from about toward after before above under beneath underneath behind beyond beside next to with within without about etc إلى نهايتي طيب أستاذ أنا شو الأحفظ؟ أنا عامل لك إيش؟ اللي كاتب لك يا انبولت باللون الأسود الغامق هذو اللي بدي إياك إيش؟ تحفظهم فلو حفظت المكتوبات باللون الأسود وعرفت إنهم هذول عبارة عن حروف جر بدي تعرف التالي حروف الجر إذا أجى بعدهم كلمة واحدة عبارة عن اسم وإذا أجوا كلمتين الأولى صفة والثانية عبارة عن اسم في عندي ملاحظة مهمة جدا 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 لمتعلمين اللغة الإنجليزية ومهمة جدا أكثر لطلاب الثانوية العامة وانتبه هذا بتقع فيه أو أحد أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها طلاب الثانوية العامة ملاحظة وانتبه عليها وافهمها أي اسم أو أي ضمير يعني إذا أجأ اسم أو إذا جاء ضمير بعد أحد حروف الجر فهذا الاسم رح يكون مفعول به لحرف الجر وليس فاعلا للجملة نخذ أمثلة خلينا نشوف إذا أداة تعريف معناته university عبارة عن اسم عندي الأف حرف جر كلمة واحدة وراها معناته هاي الكلمة عبارة عن اسم جوردان والإذ عبارة عن فعل إذا أداة تعريف خلينا نشوف الوذ الوذ عبارة عن حرف جر ننتبه الوذ عبارة عن حرف جر ومن أشهر حروف الجر بالمناسبة كم كلمة وراهم تنتين الأولى صفة والثاني اسم والإز عبارة عن فعل نخذ الآن طريقة جديدة اللي هي بعد أس الملكية بعد أس الملكية يأتي في الغالب اسم وأيضا الكلمات التي تقترم بأس الملكية هي غارة عن أسماء ولكن من الممكن أن يأتي بعد أس الملكية صفة زائد اسم إذا كانوا كلمتين وأس الملكية إلها شكلين الشكل الأول أس الملكية المفردة والشكل الآخر هو أس ملكية وأس جمع بنفس الوقت والفرق بينهم هو تحريك الفاصلة فإذا أجت الفاصلة قبل الأس هي أس ملكية فقط ولكن إذا أجت الفاصلة بعد الأس رح تكون أس ملكية وأس جمع بنفس الوقت فانتبهوا لهذا الموضوع خلينا نأخذ مثال هذه الكلمة ألي هي كلمة مقترنة بأس الملكية لذلك هي اسم والكلمة التي أتت بعد أس الملكية أيضا هي عبارة عن اسم الاس عبارة عن فعل خلينا نشوف لاحظوا الأس الفاصل جاي وراء الأس إذن هذا أس جمع وأس ملكية بنفس الوقت هذه الكلمة هي المقترنة بأس الملكية دائما عبارة عن اسم والكلمة التي تليها هي عبارة عن اسم خلينا نشوف الأس الموجودة هي عبارة عن أس ملكية وأس جمع لأن الفاصلة أتت بعد الأس وهذه الكلمة هي كلمة مقترنة بأس الملكية إذن هي عبارة عن اسم لاحظ أنه في كلمتين وراء أس الملكية فالأولى عبارة عن صفة يعني كلمتين تتبع أس الملكية فالأولى هي عبارة عن صفة والثاني هي عبارة عن اسم والإس هو عبارة عن فعل آخر طريقة ممكن نتعرف من خلالها على الأسماء هو عبارة عن حفظك للصفكسز أو ما يسمى بالمحددات البعدية فإذا حفظت للمحددات التالية اللي هي أي كلمة تنتهي ب-ion زي كلمة a-b-option a-b-t-i-o-n b-t-i-o-n a-t-i-o-n t-i-o-n i-o-n نحن نلفظها الشن وأي كلمة تنتهي ب-an-c-e أو en-c-e أو n-s أو e-double-s فهي عبارة أيضا عن اسم أي كلمة تنتهي ب-er أو-or أو-ar أو-we أيضا عبارة عن اسم أي كلمة تنتهي ب-ment ship dump age أيضا عبارة عن اسم وأي كلمة تنتهي ب-ism ity و-ist هي عبارة عن اسم فنأخذ أمثلة assumption ما حدا بيعرف شو معنى assumption أو كثير من الطلاب ما بيعرفوا معنى كلمة assumption طيب لو لجأنا للطرق من خلال المعنى ما رح نستطيع نحدد معناها ولا بعد أدوات تعريف لأنه لا يوجد أدوات تعريف أو محددات أو صفات ملكية إلى آخر لكن قدرت أحدد إنها اسم بدون معرفتي للمعنى من خلال النهاية بالمناسبة كلمة assumption بمعنى افتراض أيضا عندي education education socialism happiness sustainability sustainability doctor player لاحظة بتنتهي or er dentist ist government relationship accuracy kingdom child age beauty beauty هنا مش صفة beautiful هي الصفة beauty هنا بمعنى الجمال beautiful بمعنى جميل طيب طالب من الطلاب يقول له استاذ انت خليتنا نتعرف على الأسماء ونحفظ كل الطرق اللي بقدر أتعرف فيها على الأسماء شو أهمية الأسماء في اللغة أو أنا شو بستفيد كطالب ثانوية عام من الأسماء دون الأسماء عزيزي ما رح تقدر تميز انت الفاعل وما رح تميز المفعول به قواعديا كل شغلك إلى آخره رح يعتمد على انك تميز فاعل الجملة فالأسماء تستخدم في الجملة إما كفاعل أو كمفعول به بعبارة أخرى أينما رأيت اسم داخل الجملة فاعلم ان هذا الاسم هو عبارة إما فاعل للجملة وإما مفعول به للجملة إما فاعل وإما مفعول به للجملة ويستحيل أن يكون فاعل ومفعول به بنفس الوقت لنفس الجملة على سبيل المثال هاي النونز تقسم إلى subject وobject وإذا كان مفعول به هيقسم إلى ثلاث أنواع يوجد ثلاث أنواع من المفعول به مفعول به أول direct object indirect object مفعول به ثاني وobject of a preposition اللي هو مفعول به لحرف الجر الآن رح نتعرف على النوع الثاني من أقسام الكلام اللي هن الضمائر ومن خلال تعريف الضمائر اللي هن pronouns are words that substitute one or more nouns هي كلمة تحل محل اسم أو عدة أسماء كما أن الأسماء تستخدم كفاعل أو مفعول به أيضا الضمائر رح تستخدم إما كفاعل للجملة أو مفعول به وبدو الطالب يعرف أنه هناك العديد من أنواع الضمائر المختلفة there are many types of pronouns in English language أشهرها الpersonnal pronouns الضمائر الشخصية possible pronouns ضمائر الملكية reflexive pronouns اللي هي ضمائر عكاسية demonstrative pronouns ضمائر الإشارة وإن دفنتي بروناونز الضمائر غير المحددة وإن شاء الله ضقي اللي هنه ضمائر الملكية ضمائر عكاسية وضمائر إشارة وضمائر غير المحددة رح أشرحهم في درس منفصل لحد اللي بهمك في الثانوية العامة حاليا أو كبداية إنك تتعرف على الpersonnal pronouns الضمائر الشخصية ضمائر الشخصية تقسم إلى قسمين subjective pronouns ضمائر الفاعل أي هي رح تكون فاعل للجملة or objective pronouns ضمائر المفعول به بدنا نحفظ ضمائر الفاعل I وال we منسميه first pronoun اللي هو ضمير المتكلم you second pronoun or ضمير المخاطب اللي هي والشي والإت والذي اللي هو third singular pronouns هاي طبعا plural والثلاثة هذولة singular اللي هو ضمير الغائب وما أرى المفعول به المي الاس اليو والذم والهم والهير والإت كثير من الطلاب رح يقول له أستاذ طب رح أصير عندي مشكلة أنا عندي اليو موجود كضمير فاعل وموجود أيضا كضمير مفعول به عند الإت موجود كفاعل وموجود كمفعول به كيف ممكن أميز أنا اليو هو فاعل ولا مفعول به كيف أميز الإت هل هو فاعل ولا مفعول به البقية من خلال الحفظ طبعا الطريقة سهلة جدا من خلال elposition من خلال الموقع من خلال الموقع كيف من خلال الموقع الآن Adjust إذا سبق الفعل رح يكون فاعل وإذا جاء بعد الفعل رح يكون مفعول به نفس UV اليو إذا سبقت الفعل رح يكون فاعل وإذا أجت بعد الفعل رح يكون مفعول به وكんな crisp if weCom Sor بعد حروف الجر رح يكون مفعول به لحرف الجر وليس فاعلا للجملة الآن اللي هو القسم الثالث من أقسام الكلام اللي هن الأفعال مهم جداً الطالب يميز الأفعال طيب كيف ممكن ينميز الأفعال؟ الأفعال سهلة جداً وطريقة تمييزها أسهل من طرق تمييز الأسماء فأشهر طريقة أو أفضل طريقة لتمييز الأفعال هو من خلال معناها فتعريف الأفعال في كتب النحو بعبارة أخرى الكلمة إذا كانت تشير إلى حركة فهذه الكلمة عبارة عن فعل ومن سميهن أفعال الحركة وإذا كانت تشير إلى حالة من سميهن أفعال الشعور على سبيل المثال لو نأخذ الأمثلة التالية فجميع هذه الكلمات عبارة عن أفعال واللي قدرت أميزه أنا كيف قدرت أتميزه أستاذ أنه عبارة عن فعل؟ من خلال معناهم كلمة run بمعنى يركب من خلال المعنى أشارت إلى حركة فإذن هي فعل وتحديداً dynamic verb من أفعال الحركة like love hate appear believe sound sound هو أنا مش بمعنى صوت مش اسم هو أنا sound بمعنى يبدو هذا linking verb أحد أفعال الرابط remember smell wish feel like بمعنى يعجب به love بمعنى يحب hate بمعنى يكره believe بمعنى يؤمن appear بمعنى يبدو sound بمعنى يبدو remember بمعنى يتذكر فجميع هذه الكلمات عبارة عن أفعال لأنها تشير من ناحية المعنى إلى حالة أو إلى شعور طيب طريقة ثانية إحدى أشهر الطرق لتمييز الأفعال هو حفظ الطالب لقائمة الأفعال غير المنتظمة مع معانيها فتقريباً 70 إلى 75% من الأفعال الموجودة هي عبارة عن أفعال غير منتظمة فإذا حفظت أشهر المعاني الموجودة في قائمة الأفعال غير المنتظمة أو حفظت أشهر الأفعال الموجودة في قائمة الأفعال غير المنتظمة مع معانيها فأنت امتلكت تقريباً 70% من هذه من الأفعال يمكن تمييز الأفعال أيضاً من خلال النهايات ومن أشهر نهايات الأفعال اللي هي A-T-E, I-F-Y, I-S-E, I-Z-E, E-D, و-I-N-G ولقدام ال-E-D وال-I-N-G رح يكون لهم موضوع آخر عشان الطالب ممكن تكون ال-I-N-G اللي هو جيراند مصدر أو تكون present party civil adjective صفة فعلى سبيل المثال لو أخذنا الأفعال التالي educate educate A-T-E بمعنى يعلم modify بمعنى يعدل advice بمعنى ينصح memorize بمعنى يحفظ غيباً أو يتذكر watched بمعنى شاهدة is writing بمعنى يكتب هاي أشهر ثلاث طرق لتمييز الأفعال الآن بدنا نفوت على موضوع مختلف أو موضوع أيضاً مهم جداً بدنا نعرف أنه verbs are divided into two types from syntactic perspective أنه تقسم الأفعال من ناحية نحوية إلى قسمين قبل من ناحية علم المعاني اللي هي dynamic و stative لكن من ناحية نحوية تقسم الأفعال إلى قسمين القسم الأول من سميه auxiliary verbs الأفعال المساعدة وتختصر بAUX from the three initial letters الثلاث حروف الأولى والنوع الثاني هو main verb وتختصر بكلمة main لنشوف شو معنى الفعل مساعد الفعل المساعد هو الفعل الذي يساعد الفعل الرئيسي على إتمام معناه من ناحية نحوية كيف أستاذ يعني من ناحية نحوية على سبيل المثال لو أخذنا is writing a fantasy story ال is هنا عبارة عن فعل مساعد وwriting عبارة عن فعل رئيسي writing هو الذي يحمل المعنى game ing write بمعنى يكتب writing هنا ing تشير إلى الاستمرارية ال is بهذه الجملة كفعل مساعد ما إلها معنى لكن ساعدت الفعل الرئيسي على إتمام معناه من ناحية نحوية إنه دلني إنه زمن الجملة هذا مضارع فال is مضارع وال ing مستمر تدل على الاستمراري فعرفنا إنه زمن الجملة مضارع مستمر أما الأفعال الرئيسية هي الأفعال التي تحمل المعنى الحقيقي للكلمة نأخذ مثال Ali wrote a fantasy story last year wrote هو التصريف الثاني من الفعل write وهذا الفعل فعل رئيسي وليس فعلا مساعدا طيب واحد من الطلاب راح يقول له أستاذ عندنا مشكلة إحنا ما بنقدر نميز الأفعال الرئيسية من الأفعال المساعدة أوكي أنا راح أعطيك طريقة تميز الأفعال الرئيسية من الأفعال إيش؟ المساعدة طيب بدي تعرف إنه في عندي verbs to be أفعال الكينونة بال present هن الام والis والار وبال past في الماضي was و where وبدي تميز لل verbs to have اللي هن ال have وال has في ال present وال had في الماضي و verbs to do في المضارع do does وبال past did بعرف إنه معظم الطلاب أو معظم متعلمين لغة الإنجليزية بيعتقد إنه هذول دائما أفعال مساعدة فلو أجأس أل طالب الام والis والار والواصل بيقول له أستاذ فعل مساعد هذا الكلام غير صحيح لأن راح نكتشف إنهم ممكن يكونوا أفعال مساعدة أو ممكن يكونوا أفعال رئيسية طيب خلينا نشوف كيف ممكن أميز خلينا نبلش بأفعال to be أو نبدأ بأفعال to be يعني خلي البداية تكون بأفعال to be بال present am و is و are وفي الماضي was و where بنا نشوف إنه أفعال to be اللي هن الام والis والار والواص والwhere قد تكون أفعال رئيسية أو أفعال مساعدة تكون أفعال to be إما أفعالا مساعدة أو أفعال رئيسية اللي هن كيف ممكن أميز بسيطة جداً إذا تبعت أفعال to be بverb ing تكون أفعال to be أفعال مساعدة والفعل الverb ing سيكون فعال رئيسي والجملة مبني للمعلوم نأخذ المثال the man is talking to his friend طيب الاس عبارة عن فعل أستاذ فعل مساعدة ولا رئيسة طلع بعده talking أجا فعل ing معناته ing هو فعل رئيسي والاس عبارة عن فعل مساعد والجملة مبني للمعلوم عارفين مين اللي قام بالفعل هو ذمان طريقة ثانية تمييز الأفعال المساعدة إذا تبعت أفعال to be يعني إذا تبعت الام والإز والار والواز والوير بفعل بالتصريف الثالث اللي احنا بنسميه past participle تكون أفعال to be أفعالاً مساعدة والفعل بالتصريف الثالث فعل رئيسي والجملة مبني للمجهول اللي بس أني يا أستاذ شوه الفعل past participle الفعل اللي هو بالتصريف الثالث إما رح يكون فعل منتظم منتهي بـ ed أو فعل غير منتظم خلينا نشوف المثال the window was broken yesterday الواز عبارة عن أحد أفعال to be ممكن يكون فعل مساعد وممكن يكون فعل رئيسي للتمييز أنه فعل مساعد أو رئيسي شوف أجأ وراء ing لا ما أجأ طب أجأ وراء فعل تصريف الثالث نعم break broke broken broken هو التصريف الثالث من الفعل break وهذا الفعل هو فعل غير منتظم فإذا تبعت أحد أفعال to be بفعل بالتصريف الثالث الفعل اللي بالتصريف الثالث بيكون فعل رئيسي وأفعال to be بتكون أفعال مساعدة والجملة مبني للمجهول إذا لم تتبع أفعال to be بفعل بالتصريف الرابع الهول فيرب ing أو فعل بالتصريف الثالث بpost participle باختصار إذا ما أجأ أو إذا ما تتبعت أو إذا لم تتبع أفعال to be بفعل بالتصريف الثالث فاعلم أفعال to be أو فاعلم بأن هذا الفعل إذا كان أحد أفعال to be هو فعل رئيسي وليس فعل مساعد خلينا نشوف رامي is a teacher ال is هنا عبارة عن فعل وهو أحد أفعال to be ننشوف هل هو فعل رئيسي أو مساعد طلع بعده أجأ verb ing لا أجأ أحد أفعال to be أو of one أجأ فعل بالتصريف الثالث طبعا لا فهونا كلمة teacher هي عبارة عن اسم معناته هذا الفعل هو عبارة عن فعل رئيسي نكمل مع أفعال to have أفعال to have اللي هن بالمضارع have و has وبالماضي had أيضا تكون أفعال to have اللي هي ال have وال has وال had إما أفعال مساعدة auxiliary verbs أو أفعال رئيسية main verbs كيف نميز بسيطة جدا شوف أفعال to have ال have وال has وال had إذا تبعت بفعل بالتصريف الثالث منتظم أو غير منتظم يكون الفعل اللي بالتصريف الثالث هو فعل رئيسي وأفعال to have هي أفعال مساعدة نأخذ مثال the family has purchased a new television الفعل has هو أحد أفعال to have ممكن يكون مساعد وممكن يكون رئيسي لكن تبع ببورشيست فعل منتظم منتهي ب-ed إذا تبع بفعل بالتصريف الثالث الفعل اللي بالتصريف الثالث هو فعل رئيسي والفعل أحد أفعال to have اللي هو الفعل has هنا فعل مساعد وإذا لم تتبع لم يأتي بعد أفعال to have فعل بالتصريف الثالث تكون أفعال to have هي أفعال رئيسية the family has a cat هنا الفعل has هو عبارة عن فعل رئيسي لم يتبع بفعل بالتصريف الثالث كلمة cat هي عبارة عن اسم مفعول به أول ننتقل الآن للverbs to do وحكينا أفعال to do هي في المضارع does would do وفي الماضي did أيضا أفعال to do ليست دائما أفعال مساعدة فقد تكون أفعال رئيسية أو أفعال مساعدة لتمييز ذلك بطريقة بسيطة جدا رح شوف أفعال to do اللي هي does would do would did إذا تبعت بفعل بالتصريف الأول المجرد يكون الفعل بالتصريف الأول المجرد هو فعل رئيسي وأفعال to do هي أفعال مساعدة خلينا نأخذ مثال ريما does speak English language fluently عندي does هو أحد أفعال to do هل هو مساعد ولا رئيسي ننظر speak بمعنى يتحدث هو فعل بالتصريف الأول المجرد إذن الفعل اللي بالتصريف الأول المجرد هو فعل رئيسي والdoes هو عبارة عن فعل مساعد وإذا لم تتبع أفعال to do بفعل بالتصريف الأول تكون أفعال to do هي عبارة عن أفعال رئيسية main verbs Ali did the assignment last week Ali عبارة عن اسم The أداة تعريف assignment اسم last week عبارة عن add verb خلينا نشوف الفعل did هو أحد أفعال to do تصريف الثاني اللي هو الباست هل هو فعل مساعد ولا رئيسي هل تبع بفعل بالتصريف الأول لا تبع باسم إذن هو فعل رئيسي عشان يكون فعل مساعد لازم يتبعه فعل تصريف أول مجرد إذا لم يتبع أفعال مساعدة المدل can could هذا المضارع وهذا الماضي will would shall should may might ought to must have to has to والhave to في المضارع والhave to بالماضي والبي used to جميعها أفعال مساعدة إذن جميع أفعال اللغة الإنجليزية هي عبارة عن أفعال رئيسية باستثناء أفعال to be قد تكون رئيسية أو مساعدة أفعال to do قد تكون مساعدة أو رئيسية وأفعال to have ممكن أن تكون أفعال رئيسية أو مساعدة وجميع أفعال المدل هي عبارة عن أفعال مساعدة لليوم إن شاء الله منختم معكم في اللي هو موضوع أقسام الكلام وتحديدا القسم الثالث من أقسام الكلام إن شاء الله الحصة القادمة رح ينبلش أو نتعرف في الحصة القادمة إن شاء الله رح ينتعرف على القسم الرابع من أقسام الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية